أساسيات الانيميشن في الـ 3D Max فيلم الانيميشن بيكون متكون من صور كتير وراء بعض بيمروا قدام عينيك بسرعة بحيث ان انت تحس بالحركة في الماكس الصورة اللي بنرندرها دي اسمها فريم وعشان نعمل ثانية واحدة انيميشن بنحتاج ان احنا نرندر على اقل 15 فريم عشان نحس بالحركة وعشان نعمل انيميشن عالي الجودة ونطلع انيميشن ما بيقطعش معدل الفريم في الثانية اللي هو الـ FPS محتاجين نوصله لـ 30 FPS تعالوا نفتح الماكس وتحت هنا عندنا الـ Timeline الـ Timeline ده مكون من 100 فريم وعندنا هنا زرار صغير اسمه Time Configuration لو دست عليه حيفتح لك الويندو بتاع التصبيت الوقت من هنا نقدر نغير الفريم ريت عندنا هنا معدلات الفريم ريت الدولية زي الـ NTSC والـ PAL بالنسبة للـ NTSC فهو 30 فريم في الثانية والـ PAL 25 فريم في الثانية ممكن برضو نزبطها على Custom من هنا ونحط اللي احنا عايزينه في الـ FPS بالنسبة لفيلم الـ Animation بتاعنا حنستخدم الـ NTSC 30 فريم لكل الثانية على اليمين هنا عندنا الـ Time Display وهنا بنختار احنا محتاجين نبين الوقت عندنا بالفريم ولا بالثانية لو اختارنا الاختيار التاني ودوسنا اوكي كده الـ Timeline بتاعنا بقى بالثانية بس احنا في شغلنا حنسبها بالفريم في النص هنا عندنا اختيارات الـ Playback لما ندوس Play الـ Animation جوه الماكس يشتغل بسرعته ولا ابطأ ولا اسرع تحتيه هنا عندنا اختيارات الـ Animation عندنا هنا وقت البداية ووقت النهاية ومن هنا نقدر نغير مدة الـ Animation على الـ Timeline يعني لو مثلا عايزين نغير المدة فريم دول لـ 20 ثانية فاحنا هنحتاج لكل ثانية 30 فريم يبقى احنا محتاجين الـ Timeline بتاعنا يكون 600 فريم معلومة سريعة ممكن نغير طول الـ Timeline ده لو دوسنا Control و Alt و Right Click وشدينا كده وإحنا دايسين هنزود Timeline Frames زي ما احنا عايزين طيب تعالوا نتعلم ازاي نحرك Animation جوه الماكس هنبدأ بداية بسيطة تعالوا نعمل Box وعايزين نحرك البوكس ده من هنا لهنا في ثانية علشان نعمل كده هنحتاج ندوس على الزرار Auto Key اول ما هندوسه هيطلع لنا الاطار الاحمر ده داير داير حوالين الشاشة كده معنى كده ان الماكس بيسجل الحركة دلوقتي هنحرك السلايدر اللي تحت ده لمدة ثانية فهنشده للفريم رقم 30 وحنعمل Move للبوكس ده في الحتة اللي عايزينها كده مثلا ونحرك السلايدر ده كده ساعتها هنلاقي الانيميشن اتعملت والبوكس بيتحرك من هنا لهنا لو عايز تشوف الانيميشن في وقتها الحقيقي هنروح للفريم صفر وهندوس Play هنلاحظ ان في علامة حمره عند الفريم 30 ودي حاجة اسمها الكي فريم الكي فريم ده في تسجيل لحالة الجسم بتاعنا اللي احنا بنعمله Animation في النقطة دي من الوقت فاحنا عندنا في فريم صفر في كي فريم مسجل مكان البوكس هنا وعند الفريم 30 في كي فريم مسجل مكان البوكس هناك واللي ما بينهم الماكس بيعملو Animation ودي ببساطة فكرة الانيميشن في ال 3D Max نفس الفكرة دي هنطبقها على كل حاجة عايزين نعمل لها Animation في الماكس زي مثلا الروتيت والسكيل يعني لو عايزين نطبقها في الروتيت تعالوا نعمل بوكس جديد ونختار البوكس ونروح على الفريم اللي احنا عايزينه يبقى في نهاية الانيميشن ونعمل روتيت للبوكس ده Automatic الماكس هيعمل الانيميشن زي كده تعالوا نجربه في الاسكيل اعمل بوكس جديد اختار فريم وغير الاسكيل والماكس هيعمل لك الانيميشن حاجة تانية كل الاسهم اللي سبينرز اللي في الماكس ممكن يتعمل لهم انايميشن بنفس الطريقة تعالوا نجرب المثال ده على بوكس البوكس ده ليه اسهم بنغير منها المقاسات زي الطول والعرض والارتفاع فلو روحنا للفريم المطلوب وقمنا مغيرين الطول من هنا هنلاحظ ان الماكس سعلم لنا بالاحمر على الاسهم اللي هنا اللي بنغير منها الطول وبما ان الاطو كي مفتوح فالماكس هيعمل لنا انايميشن لتغيير الطول تعالوا نروح لنقطة تانية على التايم لاين وتعالوا نغير العرض لما نيجي نشد السلايدر كده هنلاقي انيميشن للطول والعرض الفكرة بقى ان معظم الاوامر اللي عندنا في الماكس عندها اسهم جواها اللي ممكن نغير فيها فنعمل انيميشن مثلا ممكن نغير زاوية البند كده ممكن نعمل انيميشن للجزموس اللي جوه اي موديفاير كمان زي مثلا السلايس بلين جوه السلايس لو دوسنا مثلا ريموف طوب هنا وروحنا عند الفريم المطلوب واحنا طبعا فتحين الاوتو كي وقمنا حرقنا السلايس بلين لفوق كده هنلاقي الماكس عمل انيميشن للسلايس كده هو ممكن نعمل انيميشن للماتيريال والاضاءة برضه الحكاية كلها 3 خطوات واحد هنفتح الاوتو كي اتنين هنحرك الوقت تلاتة هنغير السبينرز ناخد مثال عايز اعمل الانيميشن لكسافة السبوتلايت هنا هنفتح الاوتو كي نتأكد انه بيسجل نروح للفريم اللي عايزينه ونغير السبينر بتاع كسافة الاضاءة نفس الشيء للماتيريال 3 خطوات نفتح الاوتو كي نحرك الوقت نغير السبينر ممكن يكون سهم السبينرز ده جوه الخامة نفسها تعالوا ندوس ام كده نفتح الماتيريال وحنعمل الانيميشن جوه خصائص الماتيريال هنخش جوه ديفيوز وجوه ديفيوز فيه نويز ماب وفيه اسهم سبينرز كتيره دي تعالوا نغير الفيز الفيز دي بتغير الباترن بتاع الماتيريال للنويز زي الموج في المياه مثلا فلو غيرنا السبينر فيها وحرقنا التايم لاين حنلاقي الانيميشن شغال في الماتيريال معلومة كده عالسريع برضو الكي فريم بتاع الحركة بتاع الموف بيبقى لونه احمر ولو عاملين روتيت بيكون الكي فريم لونه اخدر ولو عاملين سكيل بيكون لونه ازرق والكي فريمز بتاعت اي حاجة تانية بيبقى لونها اسود طيب لو عايزين نغير سرعة الانيميشن زي الروتيشن كده عايزة خليه مثلا يلف ببطل فحمسك البوكس وحروح للكي فريم وديله وقت اكتر بدل ما يكون تلات لفات في الثانية هديله وقت اكتر وحخليه يكمل الانيميشن في ستين فريم برحته بدل تلاتين عامل الكلام ده ازاي باني همسك الفريم وحركه كده ودلوقتي الانيميشن بقى ابطل نفس الفكرة ممكن اسرع الانيميشن باني اديها وقت اقل وشد الكي فريم هنا للفريم خمستاشر وكده بقى الانيميشن اسرع طبعا ممكن نعمل كذا كي فريم باني احنا نغير حالة الجسم بتاعنا من حالة لحالة لحالة نقدر نعمل كابي للكي فريمز باني احنا ندوس shift ونشد الكي فريم بالماوس كده نقدر نستخدم الحتة اللي تحت دي بحيس نخلي السلايدر يقف في فريم معين عن طريق ان احنا بنكتب رقم الفريم هنا مثلا اكتب 75 ودوس انتر ممكن بقى نستخرج كي فريم من انايميشن معمول بالفعل زي البوكس ده مثلا بيتحرك من فريم 0 لفريم 100 تعالوا بقى نستخرج فريم 60 فاحنا هنيجي تحت هنا نكتب 60 وندوس انتر كده وقفنا عند فريم 60 جاهزين بقى نستخرج الكي فريم ده هندوس على الزرار اللي عليه المفتاح اسمه set key لما دوس على set key هيستخرج الحالة اللي عليها المجسم في الفريم 60 هو كده ما غيرش حاجة في الانيميشن بس نقدر دلوقتي نحرك الكي فريم ده في اي حتة على التايم لين وده هيعمل اختلاف في السرعة يعني مثلا لو حركنا فريم 60 لفريم 20 الانيميشن هيتحرك اسرع وبعدين يبط لو حركنا في الاتجاه التاني بحيث مثلا نودي عند فريم 90 فهيبدأ الانيميشن بطيئة وبعد كده هيزود سرعته في النهاية وهي دي اساسيات الانيميشن في 3D Max مهم جدا تفهم الكونسيبت ده عشان هنستخدم الكلام ده كتير في المحاضرات اللي جاية اشتركوا في القناة